ترجمة نانسي قنقر تشير بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسع نطاقها بالنظر للإمكانيات المادية والبشرية الهائلة لدى الجانبين وفي ظل التقدم الملموس الذي شهدته هذه العلاقات خاصة بعد إنشاء منتدى التعاون العربي الهندي عام 2008 وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن التعاون الاقتصادية بين الدول العربية والهند شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 200 مليار دولار عام 2014 منويها معالي باستضافة المملكة لجالية هندية هي الأكبر من بين الجاليات المتواجدة في المملكة ولها سامات كبيرة ومقدرة في مسيرة التنمية والبناء وحثم معالي الوزير على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين العربية والهندية وقال معالي إن البحرين حارصت على استضافة الدورة الأولى للاجتماع الوزري لمنتدى التعاون العربي الهندي لتكون دفعة قوية لعلاقات التعاون بين الجانبين من جانبها تقدمت معالي سيدة سوشما سواراجة وزيرة الشؤون الخارجية وشؤون المقتربين بجمهورية الهند الصديقة تقدمت بجزيل الشكر لمملكة البحرين على استضافتها لعمل الاجتماع مؤكدة أنه سيكون نقطة تحول في العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند وأدف العلاقات التاريخية بين الجانبين مستعرضة الروابط التاريخية والحضارية والاجتماعية بينهما متطلعة إلى تعزيز التعاون العربي الهندية في كافة المجالات وفي كلمته تقدم معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص الشكر إلى البحرين على مبادرتها للاستضافة عمل الاجتماع مؤكدا معالي اهتمام الجامعة بتعزيز العلاقات مع الهند ووضع أسس صلبة للرؤية المشتركة والشراكة المتجددة للحوار والتعاون الجماعي بين الدول العربية وجمهورية الهند الصديقة هذا وتحدث الدكتور عبدالله المدني ممثل فريق الخبراء غير الرسمي الذي تم تشكيله بمبادرة من البحرين بصفتها البلد المضيف مع الجانب الهندي حيث استعرض تاريخ العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند مؤكدا أن الاجتماع يعكس حرصا مشتركا على تنمية هذه العلاقات وقد شهدت الجلسة المغلقة للمنتدى مناقشة عامة حول العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الهند كما تمت مناقشة واعتماد اعلان المنامة الذي تضمن المواقف والتفاهمات المشتركة بين الجانبين العربي والهندي حيال قضايا تعاون ثنائي والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضية الفلسطينية والتطورات في المنطقة العربية وفي منطقة جنوب آسيا والعلاقات مع ايران ومكافحة الارهاب واصلاح مجلس الامن ونزع السلاح النووية واكد الاعلان على اهمية التعاون بين الجانبين العربي والهندي من اجل تعزيز الثقة بين الدول الاقليمية وحل الصراعات كي يتم تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة كما تم خلال الجلسة المغلقة اقرار البرنامج التنفيذي الذي وضع آلية العمل بين الجانبين خلال العامين 2016 و2017 لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة